هنبدأ مع حضراتكم النهاردة فقرات برنامج التساعب الخبر الأهم والأبرز وهو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش المشاركة في القمة العربية الصينية الصينية الأولى من نوعها في السعودية الرئيس الصيني أشاد خلال اللقاء بدور مصر بخيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وهو الدور الذي تعاول عليه الصين في إقامة شراكة صينية عربية ومن جانبه أشار السيد الرئيس لتكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التماوية خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وتطوير البنية الأساسية بالدولة في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص بصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين فطبعا فضلا عن تعزيز أليات العمل المشترك حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد إلى جانب التشاور والتنصيق بشأن سبل تعظيم أفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتموي إلى جانب بحث بساع الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي حيث أن هذه القمة بتأتي في وقت مهم جدا ودقيق وهذه القمة على همشها في ثلاث قمم أخرى القمة الصينية الخليجية القمة الصينية العربية وأيضا القمة الصينية السعودية لو هنتكلم على علاقة الصين مع الدول الخليج والدول العربية هي علاقة الحقيقة مهمة جدا ليه لأن الصين خليل نقول هي تايكون رقم مهم جدا في معادلة الاقتصاد العالمي ثاني أهم اقتصاد في العالم كمان حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربي حوالي 330 مليار دولار رقم ضخم جدا الدول الخليج العربي أكبر مصدر للنفط والصين تعتبر أكبر مستهلك للنفط ده غير كمان الدوائر المشتركة بين الصين ودول العربية الحقيقة في معظم القضايا دوائر مشتركة اتفاق على معظم القضايا حتى لو بصينا لمواقف الصين تجاه القضايا العربية هنلاقي أنه فيه توافق كبير جدا لسيامة في القضية الفلسطينية أن الصين تؤيد إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية طيب لو بصينا على الصعيد الداخلي وعلاقة الصين مع مصر هي أيضا علاقة هامة جدا زي ما قلت لحضراتكم اتحجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربي حوالي 330 مليار دولار حوالي تلتها بين مصر والصين ده رقم مهم جدا الصين بتنظل لمصر نظرة هامة جدا أولا بما أنه حضارتين عريقتين الحضارة المصرية والحضارة الصينية ده أولا ثانيا العلاقة الدبلوماسية اللي بدأت أو اللي بدتها مصر سنة 56 بفكرة أنها 56 إنها خندشاء وإقامة الدولة أو جمهورية الصين الشعبية وبعد كده توالت بقى كمان العلاقات الدبلوماسية بين الصين وباقي الدول العربية طيب لو بصينا لحجم الاستثمارات الصينية الموجودة في مصر فهو حجمها كبير جدا الصين بتنظر لمصر إنها بوابة إفريقية الصين تنظر لمصر على إنها رمانة الميزان في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وزي ما شفنا إشادة الرئيس الصيني شي جينبينج بالدور المصري الفعال في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط أيضا لو تبعنا حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت عن اهتمامه بالقارة الأفريقية والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية ودي كمان نقطة مهمة جدا لأن الصين بتنظر للقارة الأفريقية لأنها سوق بكر وسوق غني تنظر للسوق المصري لأنه سوق واسع جدا وكبير جدا ومستهلك فهذه القمة الحقيقة تأتي في وقت دقيق زي ما قلت لحضراتكم وأيضا إحنا بانتظار مخرجاتها لأكيد هتكون مهمة جدا لكل الأطراف